طيب خلينا بقى من الكلام ده لانك انت رحت قالت ومسؤول النادي الاهلي عادة توقف عند الكلمة دي الناس شافت رئيس النادي الاهلي وكان فيه كلام انه قد يعتزل اسباب صحية او انشغالية ولكن اصراره راح واحنا قلنا ان مهم جدا يكون حد على مستوى رئيس النادي الاهلي في هذه البعثة لان هناك الكثير من القرارات التي قد تضطر ان تتخذها طيب هو لما رجل اشعار اللعيبة باهمية المباراة هو اللعيبة برضو انا رافض فكرة ان اللعيبة تاخد الاحساس تاخد الاحساس من حد انما بالتأكيد هو وجوده فهمهم اهمية المباراة اهمية المباراة وهذا الوجود ايضا لو رجعنا للفكرة والتاريخ هنجد ان دي كان حرص كل الرؤساء انت كنت مع كابتن حسن حمدي في القطن الكاميروني ومرتين في تونس وكده والجزائر وكلها كانت ظروف بنفس الصعوبة دي كانت كلها بنفس الصعوبة دي لكن هذا الحرص من المسؤولين وهو ده بقى ده تتابع الاجيال ده انك تاخد الموروس وتشربه وتنقله فالنهار ده الموادس محمود طاهر جسد هذا الفكر وحسنا فعل انه راح وهو لما راح وعايز يرجع عايز يقولهم ما قدرينكو قدر ياخد قرار انه يدي مكافة استمر لائقة والبعثة تستمر والبعثة تستمر قرارات عايزة تتاخده انت موجود وقد يكون هناك امور اخرى ما احنا شعارفين ايه المشاكل اللي قد تطرق ولادنا حتى الالترس اللي راحه اول مرة ما حصلش مشكلة منه ما حصلش مشاكل نادي الاهلي كمان هو كان راجل مسؤول قيل انه قدر يتحمل جزء كبير من نفقتهم هذه رسالة ليهم وقفتوا جنبنا حنوقف جنبكو بس بهذا الالتزام دي محتاجة مين؟ رئيس نادي ياخد هذا القرار فانا رغم انها في الدور قبل يعني في الربع نهائي لانها كانت مصيرية كنت اقرب الى الخروج بالمعايير الحسابية يعني لكن بمعايير النادي الاهلي اللي ملاش دعو بالمعايير الحسابية لا ارمي ورده ولذلك بس انا يعني تملي ايه لما بخاف بطمئن ولما بطمئن بخاف مش عادة الطام من قبل دعو بقرية دي بقى دي عبقرية لا انا بقى انا عارف الاهلي بتاع الصعب شوف شوف الدخلة شوف الرسالة هو ده اللي احنا عايزينه شيء لا نفقده ابدا الفانيلا الحمد روح الفانيلا الحمد يعني خلاص هو ده التاريخ روح الفانيلا الحمد ده عصارة التاريخ اللي خلاص طبع عقيدة عندي الاجيال كلها اللي محدش بإذن الله يقدر رعب فيها ولا ياخدها مننا فدي لو راحت او بقينا نستخف بالمعنى ده عن طريق اللي هم يعني عاملين حبايبنا دلوقتي لا دي لعبة خطر السم في العسل فانك انت تستخف بتقاليد الاهلي لان تقاليد الاهلي دي هي اللي محافظة عليه وهي اللي عملاله العظمة فخدوا الكراس والمناصب وشمولنا الاهلي فانا مبسوط قوي ان رئيس النادي المناصب محمود طاهر تحمل هذه يعني هي يبدو انها مشقة لان كانت عنده ظروف صحية وراح وكوف انه رجع مبسوط مرجعش يعني محدش خزل وبالعكس رجع تم مكافئة هذا التوجه بانه كالعادة بيرجعوا منصورين بإذن الله يا رب بقى نكمل بإذن الله في مشوار الندم لان انت رجع من نفس البلد على منافس اخر ربما يبدو عنيدا جدا من واقع النتاج اللي بينك وبينه لانه ملعبه صغير وطريقته تكتيكية اكتر لكن ما هو الملعب الصغير ليك ولوه لان انت برضو يمكن بره تحب ملعب صغير ما تحبش ملعب كبير فعلى كل حال نتمنى التوفيق وتمنى الندي الاهلي ولعبته يكونوا خرجوا من نشوة الترجي خلاص لاننا لما بخاب بتطمن ولما بتطمن بتخاب عبدالخارينو على ذكر الاهلي ورموزه ونجومه وابنائه دعونا نشاطر كابتن مصطفى عبدو نجم الكرة المصرية وكابتن النادي الاهلي مصطفى عبدالخارينو